قال قال حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن ابي الزناد وسليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن ابيه عن عروة عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن رائطة امرأة عبد الله وكانت امرأة صناعا وكانت تبيع وتصدق فقالت لعبد الله يوما لقد شغلتني انت وولدك فما استطيع ان اتصدق معكم فقال ما احب ان لم يكن في ذلك اجر ان تفعلي فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكي اجر ما انفقت عليهم قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وكانت امرأة صناعا وكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها قالت فقلت لي عبد الله بن مسعود لقد شغلتني انت وولدك عن الصدقة فما استطيع ان اتصدق معكم بشيء فقال لها عبد الله والله ما احب ان لم يكن في ذلك اجر ان تفعلي فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة ذات صنعة ابيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما استطيع ان اتصدق بشيء فهل من اجر فيما انفقت قال فقال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقي عليهم فان لاكي في ذلك اجر ما انفقت عليهم اشتركوا في القناة